الدكتور عبيد الوسمي في بداية حديثه بجمعية المحامين تطرق لنقطة رئيسية وهي أنه لا يوجد هناك أزمة اقتصادية طبعا الرد على ذلك بسيط المتوقع أن يخسر الاقتصاد العالمي في سنة 2020 2.6 تريليون دولار يعني 2600 مليار دولار وفي الكويت متوقع أن يخسر الاقتصاد الكويتي 3.5 مليار دولار فالحديث أنه لا يوجد هناك أزمة اقتصادية توقع مضيع الوقت النقطة الأخرى التي ذكرها الدكتور عبيد أنه لا يجوز لدولة تعاني من أزمة صحية أن تقدم معالجات اقتصادية يعني أنا أتصور حالياً كل دول العالم لديها أزمة صحية وقدمت معالجات اقتصادية أمريكا، بريطانيا، اتحاد الأوروبي، اليابان حتى دول الخليج المشابهة لاختصاد دولة الكويت كلها قدمت معالجات اقتصادية فإذاً هل هناك أزمة اقتصادية؟ نعم يجب علينا تقديم معالجات هذه الأزمة أكيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر